مشاهدين أهلا بكم من جديد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام القمة العربية الصينية أن قضية الأمن الألمائي العربي وما تفرضه من مخاطر ترقى إلى حد التهديدات الوجودية وجدد الرئيس السيسي الدعوة لإثيوبيا إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع نصر والسودان لتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم اسمح لي أن أعيد التأكيد مرة أخرى على قضية أثق أنها تؤرقنا جميعا لما تحمله من قيود على التنمية وتفرضه من مخاطر ترقى إلى حد التهديدات الوجودية ألا وهي قضية الأمن المائي العربي وأنني لهذا أدعو إلى وضع هذه المسألة على رأس أولويات تعاوننا المستقبلي لمنى منتدى التعاون العربي الصيني وبحث كيفية التعاون لمواجهة هذا التحدي بمختلف الأدوات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية كما أنني أود أن أجدد الدعوة للأشقاء في السيوبيا إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها في التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسلمتها ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر